في خبر جديد أكد أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة المصري أن بلاده لا نية لها في الوقت الحالي لتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2030 وأوضح صبحي أن مصر حاليا تعكف على استضافة البطولات في الفترات الحالية اعتبارا من بعد كأس العالم 2030 وهو ما يعني عدم موجود نية للتقدم لاستضافة المونديال القادم وكانت عدة تقارير صعفية قد أفادت في الفترة المقبلة احتمال يتقدم السعودية في ملف المشارك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030 وهو ما قد يؤثر على ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال المرشح الأقوى حاليا نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ترجمة نانسي قنقر